بعد احتجازها لعدد من المواطنين الغربيين العاملين في الشأن الإنساني قال خبراء أمميون مستقلون إن اعتقال إيران واحتجازها التعسفي لعدد من الرعاية الغربيين كالمواطن البلجيكي أوليفي فاندي كاستيل يشكل انتهاكا للقانون الدولي الخبراء اعتبروا في بيان أن فاندي كاستيل حرم تعسفيا من حريته وهو ضحية إخفاء قسري في فترة تشهد الكثير من الاعتقالات بحق عدد من الأشخاص في إيران معربين عن قلقهم إذا أوضعه الصحي الجسدي والنفسي المتدهور كما شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن ومقرر فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري على حق المواطن البلجيكي وغيره من المعتقلين بمحاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ووجه القضاء الإيراني لفاندي كاستيل المعتقل في إيران منذ شباط فبراير عام 2022 أربعة اتهامات وصدرت بحقه أحكام بالحبس يصل مجموعها إلى أربعين عاما إلى ذلك عربت فرنسا عن قلقها البالغ بشأن الوضع الصحي لبيرنار فيلان وهو فرنسي آيراندي محتجز في إيران منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي وينفذ إضرابا عن الطعام مؤكدة أن السلطات الإيرانية ترفض حتى الآن الإفراج عنه رغم وضعه الصحي الحرج يذكر أن إيران احتجزت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في البلاد منتصف إيلول سبتمبر الماضي الكثير من الرعاية الغربيين ومن مزدوجي الجنسية ومؤخرا اتهمت دول غربية من بينها فرنسا السلطات الإيرانية باستخدام المحتجزين الأجانب كراهاء دولة لابتزاز دولهم